السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دوستمدي هلنا جعل الله نقدم لكم الحلقة خاصة بمراحل نمو الأرانب حسب الشهور بالتفصيل الممين إذن في الشهر الأول يولد الأرنب عاري بدون شعر بعينين منغلقتين ويعتمد بشكل كبير على أمه في الثلاث أسابيع الأولى من حياته أما في اليوم السابع تقريبا يبدأ الفراء في النمو وفي اليوم العاشر تبدأ العينين بالانفتاح أما في اليوم 12 بالضبط تبدأ الأذنان بالظهور وفي عمر 3 إلى 5 أسابيع تتمكن الأرانب من قدم الأغذية يعني تقدر أنها تهرس الأغذية الصلبة ويكون الأرنب مستعد لترك العش دي الأم دياله أيضا إذن هذه المرحلة هي قبل الفيطان نظروا إلى الشهر الثاني وهي من 6 إلى 8 أسابيع في هذه المرحلة يتمكن الأرنب من الاستقلال التام عن الأم أما في الشهر الثالث في هذا الشهر يعني كيبلغ الأرنب يعني سن البلوك يولي بالغ وفي هذه المرحلة ضروري ضروري ومؤكد أننا نفصله بين الظكور وبين إينات أيضا يعني خاصة مرحلة العزل فهذه المرحلة كيكونون في عمر عشرة ديال الأسابيع دابا نتحدثو عتاني على مرحلة أخرى وهي في الشهر الرابع إلى السادس فهذه المرحلة هي عبارة عن تغيير في السلوك ديال الأرنب بحيث أن الأرنب كيصبح ناضج جنسيا وبالتالي ممكن المربي الأرنب فهذه المرحلة باش أنه يراقب الأرنب دياله فمنها اللي غادي يكسبها وغالبا كتكون الإينات لأن الأغلبية ديال المربين ما كيفرطوش في الإينات يعني كيكونوا أغلبية كيبيعوا الدكور وهدوك الإينات أو الدكور يلا بغي يخلي منها شي حاجة يخلي اللي كتكون حيوية وكتكون ناشيطة وكتكون بينها أنها فحل كيكون في الفحولة كيكون داكار يعني بين عريض في الكادر دياله كيكون مزيانة في الطولة دياله كيكون مزيان هدك ممكن أنك أن المربي يخليه بالنسبة الإينات فممكن أننا نخلي وعوتني تهياء السلالات يعني مثلا البابيون أو الشانشيلة هدو ما نفرطوش فيهم يعني هدو كتكون أم حانون كتكون عندها سبحان الله كتكون مزيانة عند الله أما قضية الناشاط عاو تني كتكون كين الأمهات اللي كيكونوا خامولين كتكون ما ما كتحركش بزاف هدك من الأحسن تهياء تمشي للبيع أما اللي كتكون ناشيطة وحيوية هدك نخليوها أما بالنسبة للسلالات المهجانة يعني تهياء اللي كتكون ما معروفهش من الأحسن تهياء ما تربيوهاش عندكم ربيوغي اللي كتكون الأصيلة الأصلية الأصلية هي الدوريجين اللي كتكون إما شانشيلة إما بابيون ماشي كتكون شي 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 وحدة كتبال لك فيها نص نص يعني مهجانة احنا كنقول مهجانة أو كيكين الكار وازع أو التهياء ما نحاولوش أننا نربيوه ربيوغي الأصلية يعني اللي كتكون إما سلالة وحدة يعني إما كتكون نيوزيراندي كتكون كاليفورني كتكون بابيون بابيون فرنسي شانشيلة هدو ممكن أنكم تخليوهم للتربية وينيو باش تكسبوهم وإن شاء الله يعطيكم واحد المردود وواحد الإنتاج ممكن أنكم تكملوا المسيرة ديالكم إذا الحلقة دينا نراها سهلات كنظن أنني شرحت جميع المراحل ديال النمو ديال أي أرنب الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غاديا بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيووا على زر جام ما تنسوا الناس بزر جام وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة